طال الهاتفي بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والروسي سيرجي لافروف لم يقدم أي أجوبة روسية على الوثيقة الأمريكية كما أنه لم يؤشر إلى عزم موسكو على خفض التصعيد مع أوكرانيا استمعنا إلى وزير الخارجية لافروف بأنهم يعملون على رد رسمي على الوثيقة الأمريكية التي أرسلت مؤخرا وأن المسودة ستذهب إلى الرئيس بوتين كما نعرف ونتوقع منذ البادئ وعندما تتسمى للرئيس بوتين الفرصة لمراجعتها والموافقة عليها سترسل إلى الولايات المتحدة لافروف أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه ليس لدى روسيا أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا لكن ما يراه المسؤولون الأمريكيون من حشود عسكرية روسية متواصلة على الحدود الأوكرانية لا سابق له كانت لدينا الفرصة مجددا لإعادة التأكيد على فكرة الكلفة العالية والمفاجئة إذا صارت روسيا قدما بعدوانها ضد أوكرانيا ولم يحدد الاتصال الأمريكي الروسي الخطوات المقبلة سوى انتظار جواب الرئيس بوتين ولا موعدا لأي لقاء أو اتصال مرتقب وفي انتظار الرد الرسمي الروسي تواصل الإدارة الأمريكية العمل على مسارين مسار الدبلوماسية والحوار ومسار العواقب الوخيمة في حال إقدام الرئيس بوتين على اجتياح جديد لأوكرانيا ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن